اليوم شو يعني ضغوط خارجية ستجبرهم سترغمهم على الوصول إلى حلول يعني اليوم باريس لما تبنت الإسراع في الوقوف إلى جانب لبنان رئيس ماكرون كلما نعرف أنه هو التزم التنسيق مع الأمريكيين في هذا الجانب ولا يخفى أن فرنسا أيضا نسقت مع إيران في بعض الجوانب للمبادرة الفرنسية التي ستطلقها في لبنان لذلك عندما جاء ماكرون إلى لبنان التقى مع كل الأطراف السياسية بمن فيهم حزب الله وبالتالي تحدث معهم بلغة الواقعية وليس بلغة ما تريده فرنسا تحدث معهم بلغة الواقعية هذا الحزب منتخب من قبل الشعب بصناديق اقتراع بديمقراطية يجب أن يكون مشاركا في العملية السياسية لذلك هذا التنسيق الفرنسي الأمريكي بمكان ما قد يكون على السقف شوي ما كون على الأمريكيين من حيث شرعنت حزب الله السياسي في لبنان لكن من غير المنتخب طبعا يعني ذهب أبعد من هيك لما بيسحب موضوع الاتخابات النيابية وبيسحب موضوع ملف السلاح عن التداول لما انطرح بكما الأطراف لما بيطلب وزير الخارجية الفرنسي لقاء حزب الله منفردا وكانت طبعا قبول والإجاب من حزب الله لكن في مركز حزب الله وكان صعبي على وزير الخارجية الفرنسية هذا المشهد صعبي قدام الأمريكان لكن أنا يعني طلب لودريجو لقاء مع حزب الله ثنائي يعني خلنا نقول يعني فرنسي حزب الله أنا بعرف حزب الله لكن ما بعرف إذا كان كمان لا مش تنائي الشيعي بحكي تنائي فرنسي حزب الله لحاله طيب بس أنه لما بيكونوا لما بيكونوا أنه تجاه الأمريكيين طبعا رئيس ماكرو اختلا بالحج محمد رعد يعني كمان اختلاوا كان الكلام اختلا بضمن نبدو أنه لهم وزير الخارجي إذا رئيسه التقى هي فكرة أولا بزيارة مقرات حزب الله ناين لما اختلا بالحج محمد عفيف كان ضمن اجتماع في قصر حفن محمد رعد تحياتي للحج محمد عفيف أخذ عقلنا بمحبته الحج محمد رعد لما اختلا فيه كان ضمن اجتماع مع كل الأطراف السياسية والتقى كما التقى محمد رعد التقى أيضا باقي الأطراف السياسية يعني ما خصص الحج محمد رعد باجتماع منفردا لحاله بعيدا عن لعب الأصر الجمهوري كان اجتماع منفردا يعني كان بعيدا عن كان كان ببداية اللقاء بين الفرنسيين وحزب الله في هذا المجال على كل حال إذن المبادرة الفرنسية المطلوب أن لا تسقط المطلوب أن لا تسقط لأن الحل البديل للبنان عن المبادرة الفرنسية وعن نجاح المبادرة الفرنسية كلنا بنعرف الفوضى والخراب الاقتصادي وربما الأمني وربما الأمني وضحه وضحه ما تمروا عليها مرور الكرام وربما الأمني يعني نحن بنعرف الآن الأمن في لبنان بدأنا نشوف من جديد نشاط لخلايا إرهابية بدأت تنشط في مناطق متفرعة في لبنة ما وقفت تنشط هي هي ما وقفت دع خلينا نقول قبل تفجير بيروت زيحت شوية أيوة خلينا نحكي قبل تفجير مرفق بيروت خلينا نقول أنه ما كانت هذه الخلايا تعمل بنشاط الذي تعمل به الآن بلشنا من جريمة كفتون جينا على اللي صار بترابلس وشكل واضح وعلني اللي صار بزغرتها من كم يوم وما قد يحصل في قادم الأيام ما قد يحصل في قادم الأيام إذا لم يرسل استقرار لهذا البلد وإذا لم نستطع أن نشكل حكوم ما متوقع يصير في قادم الأيام يعني واضح أنه الانتشار الإرهابي أصبح أكبر من قدرة الدولة الحالية على ضبط أمور تحدثت أو طرحت أنت حضرتك طرحت تساؤل إلت هل صحيح ما يتم تسريبه عن قيام البوارج الحربية التي جاءت بذريعة المساعدات الإنسانية لمتضررين تفجير مرفق بيروت نقلت عدد من الإرهابيين إلى الشمال حيث يتم إعدادهم وتحضيرهم للقيام ببعض الأعمال الإرهابية كما حصل في كفتون وغيرها وما دور تركيا وبعض سياسيين لبنانيين متورطين في الإرهاب شمالا وجبلا وأنت هذا شيء ذكرت بأحد بقليتك كمانا وأنا بحطه برسم المعنيين للتحقيق فيه أعتقد أن هذه البوارج حملت معها إرهابيين للتحقيق فيه للتحقيق فيه وأتمنى أن أكون مخطئا وأتمنى أن يكون هذا التساؤل في غير محله وخارج عن إطار الواقعية أنا أدعو المقابرات الجيش الأمن المعنيين يحققوا ويدقيقوا تحقيق شفاف مش على شكل التفجير المرفأ يعني غالي يكون تحقيق شفاف حزب الله ما عنده علم بهذا الأمر حلق حزب الله هو مش الدولة في جهة أمنية بالدولة يعني إذا حزب الله كشف عننا بيقول حزب الله إلو ما آه وإذا حزب الله ضبطه بيقوله الدولة يقدر مثلا أن يلفت نظر مثل ما كان يعمل قبل يعني ما علي أنه كمان هو منه جاءني مخولي يكمش خلايا العملة مثلا ما عندي فكرة إذا حزب الله ففي تعاون بسير أمن الجميع يعلم أنه هناك تعاون وتنسيق أمن إذا حزب الله عنده علم بهذا الشيء مثلا والدولة ما مع علم ما بيلفت نظر الدولة على هذا الأمر وإذا عنده علم يقف مكتوف الأيدي بهيك معلومة ويمكن الدولة عنده علم وهي بتحقيق بمسار التحقيق بالتحقيق بحقيقة هذه البوارج التي جابت بعض الإرهابيين إلى لبنان إذا كان هذه المعلومة صحيحة أنا ما فيه إيجي أقول هذه المعلومات يمكن بس أنا ما فيه إيجي سبتها لأنه إذا بدي طلب مني وثيقة بعطي أسماء الإرهابيين الموجودين ممكن أوصل لمكان وتفضل هوا أسماء وهوا أماكنهم وهذا اللي عم بيسلحهم وهذا اللي عم بيعطيهم هالقد فلوس وهذا اللي عم بيرسومهم خرائط المناطق في لبنان وهي دي شغلة مرى كثير صعبة بس هل أنا الجهة الأمنية المكلفة؟ موجودة هي برليستا؟ يعني إذا هو طلبه منجيبه عند مين؟ إذا هو طلبه الجيش المخابرات أي حدا ممكن نحن نساعده فيها مين أنتو؟ يعني أنا بمعلوماتي اللي موجودة عندي اللي حملت هالبوارجي اللي حملت هؤلاء الارهابيين إلى الشمال وتوزعوا بمناطق متعددة والآن بتم تشغيلهم ببعض المناطق حسب الحاجة مين عم بشغله؟ أيادي تركية أيادي تركية وعقول لبنانية عكو الحال هذا موضوع أكيد مد متابعة بمرحلة وأتمنى المتابعة لأنه أنت ببلد مفتوحة كل الاحتمالات ومين ما كان بيقدر يفوت ويعبس ويحطه فيك تصدق كل شيء بيصير طبعا لأنه مفتوح أمنيا نحن بعد تفجير المرفع بالظبط بعد تفجير المرفع شفنا نشاط غير عادي لهذه الخلايا يعني اللي صار حتى بصغرتها من يومين نحن نوصل لبلد الجيش بيدعي إلى تسكير شبابيك والبواب وكذا لمدهمات إرهابيين يعني نحن أي تفشي من الإرهاب وصلنا نحن أي تفشي الموجودين بطرابلوس تحياتنا لأهل طرابلوس يعني مش عم نحكي عن أهل طرابلوس لكن هني موجودين بيناتهم بكر ممكن يكونوا عندنا فوق ببعلباي ممكن يرجعوا ينشطوا بخلايا قادمين من سوريا يعني في معركة إدلب نحن ما بدنا ننساها معركة إدلب هي تمتد أيضا تعود ارتداداتها إلى لبنان إذا عبكرة الأتراك هلأ انفشل الاجتماع الروسي التركي مبارح في منخص معركة إدلب شو ما صيرهم هؤلاء الارهابيين اللي بتتحكم فيهم تركيا في إدلب ما بدنا نتخبى بقى بخيال أصبعنا يعني التركيا تشرف على جماعة إرهابية في سوريا وبتتحكم فيه وراء الضغط على الأمريكان وعلى السوريين وعلى الروس وعلى الإيرانيين وعلى كل الناس يعني ما بدنا نتخبى بخيال أصبعنا واليوم فيه صراع فرنسي تركي في لبنان ليش الأتراك ما بد يكون لهم مصلحة بإحداث فوضى في لبنان في ظل وجود مبادرة فرنسية لإرساء الاستقام في لبنان هذا مش منطق سياسي يعني اليوم فرنسا عم تسعى لتشكيل حكومة والنهوب بلبنان تركيا من مصلحتها تعمل فوضى في مقابل هذه المبادرة هذا منطق سياسي بالأمن صح لكنه منطق سياسي تخريب على المبادرة الفرنسية والأمريكان جاهزين يغطوا رأس الفرنسي ويغطوا رأس التركي حسب مصلحتهم لأنه كنا بنعرف الأمريكان ما عندهم حلفة الأمريكان منهم كتير صحيح أنه بقولوا قالت المتحدثة باسم الخارجية سيت اسمها مورغن أورتاجوس قالت أنه فرنسا دولة حليفة ولكن هناك خلاف في السياسات الخارجية ولاسية ما في لبنان وإيران طيب هيدا بيطرح علامة استفهام حول مصير المبادرة الفرنسية وأديش فعلا هذه المبادرة أنا أحتي لي وضحها هذه النقطة هناك خلاف في السياسة الخارجية في شكلها لكن مش بهدفها يعني فرنسا ولا يوم حتيجي تقول حزب الله هو مقاومة بوجه العدو الإسرائيلي ولكن ما حطتوا على لائحة الإرهاب وقلنا أنه مكروف شرع شرع حزب الله سياسيا أمريكا ما تطبح له هو حزب الله خارج السياسة اللبنانية خارج تركيب الحكومية بالمنطق الفرنسي بالمنطق الفرنسي عم تحاول فرنسا تمتص وتستوعب حزب الله داخل السلطة ضمن مبادرة قادرة تحدد سقفة الأمريكان عم بيروحوا إلى كسر مباشر مع حزب الله ومع إيران فإذا كيف بدأت تستوي الأمور هون بدأت تستوي هون إذا ترك للفرنسي فينكسر الأمريكي للفرنسي لا طبعا لا لكن فرنسي قادر على إقناع الأمريكي بهذا النهج في لبنان نظرا للتعددية والخصوصية اللبنانية هل تؤمن بأنه الفرنسي قادر على إقناع الأمريكي بشي الأمريكي ما بدوية هل لا بهذا الظرف وترامب مقبل على مشارف انتخابات يحاول أن يحصد ما يستطيع حصده للانتخابات واستثماره في الانتخابات ربما حزب الله في الحكومة يعني مزيد من العقوبات على لبنان وصدور اللائحة ثانية من العقوبات اللائحة الطويلة تبعا تسعين اتنين وتسعين اسم بيقالوا ممكن يكون فيها ممكن يقال يكون فيها بعض الحلفاء لأمريكا يعني أو هني معروفين بعلاقتهم مع أمريكا أولا مشكلة بيضحوا بعالم هني كرميل هني بضحوا بلبنان بيضحوا بكل شيء بكل شيء مقابل قضاء على هذه المقاومة التي نحن كنا قد نعرف أنا عندي يقين أنه استطاعت أن تسقط الكثير من المشاريع الأمريكية في المنطقة التي خصة بلبنان وبسوريا أما بما خصة في الخليج فكان سهل كثير خليني بموضوع العقوبات اليوم فيه ليست جاهزة هيك بقوله الأمريكيين إذا ولدت الحكومة ربما ربما يتم تأجيل طرح هذه العقوبات ربما يعني يكون في تأجيل لهذه العقوبات وطرح إذا لم تولد الحكومة فيكون سيكون هناك عصى أمريكية على لبنان أقوى بكثير لأنه ترامب مجددا يريد أن يقول من يعارض سياسة أمريكا لي بين هلالين الديمقراطية والسيادة والدرلمانية وكذا يجب أن يخضع للعقوبات هذه بيقدر يستثمرها بالانتخابات إذا عمل حكومة سيقدر يقول أن الدعم الأمريكي للمبادرة الفرنسية استطاعت أن تشكل حكومة قادرة على المهوض بالمجتمع اللبناني ونحن الأمريكيين ساعدنا لبنان الاتكال اليوم خلينا نقول على المبادرة الفرنسية والضغط الخارجي كل واحد على مجموعته خلينا نقول الموني خليك على الضغط كل واحد على مجموعته لحتى أنه نوصل لبنان كلنا بنعرف أنه دائما يتأثر بالعلاقات الخارجية يتأثر بالحقائب الخارجية اليوم تأجلت طلعت رئيس مقالف مصطفى أديب لساعة خمسة وممكن يطلع اليوم ويتأجل للتاني هاي الأرجحية ما بيش أرجحية هذا رهم مشاورات يعني ما في شي معلومات لكن هذا رهم مشاورات إذا لم تنجح المشاورات اليوم قد يطلب مصطفى أديب أو يعطي رئيس الجمهورية مصطفى أديب مهلة إضافية لإتمام المشاورات لا سيما إذا لمسوا وقد لمسوا بعض الإيجابية حاول موضوع تشكيل الحكومة الجميع اليوم استفاق على نوع من الإيجابية بتشكيل الحكومة حضرتك وضحتها أنا من برح أنا من برح عندي إيجابية بموضوع تشكيل الحكومة لأنني شايف أنه ما في طريق للبنان كل لبنان إلا أن يكون هناك حكومة وأنا مع مصطفى أديب بنقطة أنه نجيب حكومة اختصاصيين مش طبيب بنجيبه وزير زراعة مش عم بحكي عن حكومة حسن دي حتى ما هذا يفكر شيء ولا مدير بنك بنجيبه وزير عمل ما بيصير ما بيصير